هكذا بدت عليه منازل الكثير من النساء في الأردن صالونات سياسية تناقش تحديات المرأة الأردنية وفرص إنشاء تحالفات لخوض المعترك الانتخابي والحصول على مقعدا من خلال الكوتا أو المنافسة الوضع الجديد أملاه اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر اللي دفعني للترشح للمجلس النيابي الثامن عشر هو رغبة الشباب في التغيير وفقدان العنصر النسائي والشبابي بالتمثيل في المجالس السابقة أنا أتمنى أنه أوصل عن طريق التنافس لكن أيضا الكوتا هي فرصة بديلة لوجود المرأة التي لم يكن لها الحظ الأوفر في التنافس عين على النساء مبادرة أطلقتها حقوقيات وناشطات مجتمع مدني في جمعية معهد تضامن النساء بدعم من مؤسسة هيفوس الهولندية المبادرة تهدف إلى وضع رقابة على المشهد الانتخابي وتحفيز النساء على ممارسة حقهن الدستوري في الانتخاب والترشح وتعزيز المساواة على أساس النوع في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد العشائرية هناك عقبات تتعلق بالثقافة السائدة والتقاليد الاجتماعية التي تنظر إلى المرأة على أنها هي كائن للبيت ليس هدفنا أن نوصل النساء إلى قبة البرلمان فقط وإنما لدينا هدف آخر هو أن نوصل النساء إلى صندوق الاقتراع ليمارسنا حق الانتخاب بحرية ونزاهة وبناء على اختيار ومعرفة شخصية فردية في البرامج الانتخابية وفي المرشحين ووفق القانون الجديد فإن 15 مقعدا خصصت للكوتا النسوية في جميع المحافظات ولا تمنع هذه النسبة وصول ونجاح بعض المرشحات إلى كرسي البرلمان من خلال التنافس في العشرين من أيلول سبتمبر المقبل في وقت تسعى فيه الكثير من المرشحات إلى خوض المعترك الانتخابي لأول مرة تبقى نسبة نجاحهن وفق الكوتا أسهل بكثير من المنافسة بسبب التركيبة الاجتماعية التي تحد في كل مشهد انتخابي من مشاركة المرأة حيدر العبدالي الحرة عمان